السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائنا واصدقائنا متابعي قناة سعودي أوتو كل عام وأنتم بألف خير وعافية في عيد الفطر السعيد ودائما من عواده إن شاء الله حكاية اليوم عن اسم لمع في عالم السيارات خلال سنوات قليلة كلنا نعرف إن صناعة السيارات في الصين تعتبر حديثة وجديدة فاتخيلوا شركة صينية يلمع اسمها ويملأ الدنيا في أقل من عشرين سنة حكايتنا اليوم حكاية عن شركة جيلي الصينية أو المحظوظة لا تضحكوا لأن أصل كلمة جيلي بالصينية معناها المحظوظ لكن نجاح شركة جيلي في الحقيقة ما كان بضربة حظ لكنها كتبت تاريخها بالعرق والجهد والعلم والمثابرة والطموح كمان بطل قصة جيلي الحقيقي اسمه لي شوفه هذا الرجال أخذ قرد من عائلته عشان ينشئ شركة متخصصة بإنتاج التلاجات وانشأها فعلا عام 1986 في مدينة هانجزو الصينية باسم مجموعة تشين شيانج جيلي القابضة المحدودة ومن برودة التلاجات اتجه لصناعة الدراجات النارية اللي هي الدبابات وفعلا أنتجت الشركة الدراجات النارية في عام 1994 ووصلت مبيعاتها من هذه الدراجات في خلال سنتين فقط إلى 200 ألف دراجات خلوا بقى لكم أصدقائنا العزاء كيف بيفكر الصينيين وكيف بينتقل اسم زي جيلي من صناعة التلاجات للدراجات النارية وبعدين يبقى ثالث أكبر صانع للسيارات في الصين اللي حصل أنه بعد هذه النجاحات قامت المجموعة بتأسيس ثلاثة جامعات خاصة وطبعا كان فيه هدف كبير وهو الاستفادة من البحوث العلمية وتكوين قاعدة من الفنيين المهرة المهم أنه مجموعة شينشيانج جيلي القابضة المحدودة بعد كده قررت التوسع أكثر في عالم الصناعة وهذه المرة دخلت من بوابة صناعة السيارات وهذا كان عام 1997 لما تم إطلاق علامة جيلي للسيارات وأصبحت أول شركة سيارات صينية خاصة على الإطلاق وأفكركم تاني أنه كلمة جيلي تعني باللغة العربية المحظوظ وقبل ما نبدأ الكلام عن أجيال جيلي من عام 1997 إلى اليوم تعالوا نخرج لفاصل قصير نشوف فيه بداية هذه الشركة اشتركوا في القناة يا هلا ومرحبا من جديد بأصدقاء ومحبي قناة سعودي أوتو خلونا نكمل معاكم حكاية شركة جيلي الصينية اللي بينقسم تاريخها في إنتاج السيارات إلى ثلاثة فترات أو أجيال حتى الآن الجيلي الأول يسمى 1.0 وبدأ في عام 1998 لبن انطلقت أول سيارة إنتاجية من جيلي تحت اسم هاوكينغ أو ايش كيو وهي سيارة هاتشباك اعتمدت على محركات بثلاثة أو أربعة استوانات وبعد كده قدمت جيلي المزيد من الطرازات مثل طراز ام آر الهاتشباك في عام 2003 وطراز بي ال الكو بي في نفس العام وطراز سي كي سيدان في عام 2005 أما القفزة الكبيرة كانت عام 2003 لما بدأت في تصدير سياراتها إلى الأسواق العالمية وهنا حققت معظم طرازاتها نجاحات كبيرة خصوصا في أسواق آسيا وأوروبا والفضل في هذا بيعود للمستوى العالي اللي قدمته هذه الطرازات على صعيد الأداء والاعتمادية وكفاءة استهلاكها للوقود وفي عام 2007 أعلنت جيلي عن إطلاق الجيل الثاني اللي هو 2.0 من طرازاتها ومع هذا الجيل ظهرت طرازات جديدة مثل باندا و سي دي و ام جراند اي سي سفن و ام جراند اي اكس سفن وكان واضح انه تركيز العلامة الصينية فهذا الجيل بشكل اساسي على التقنيات الحديثة وفي نفس العام بدأت بتطبيق استراتيجيتها بالانتشار عالميا من خلال منتج جديد و آمن خاصة بعد مشاركتها المميزة بمعرض ديترويت عام 2006 وبالفعل أوفت جيلي بوعدها وحصل طراز باندا على تقييم خمسة نجوم من برنامج الصيني لتقييم سلامة السيارات في عام 2010 وبهذا كانت أول سيارة صينية صغيرة تحقق العلامة الكاملة في هذا التقييم على الإطلاق والحقيقة مش ممكن نعدي مرحلة الجيل التاني من جيلي من غير ما نتكلم عن طراز الـ EC7 اللي خرج من خطوط الانتاج لأول مرة عام 2009 وهذه السيارة يا أصدقائي مثلت التحول الجذري لسيارات جيلي في جيل 2.0 سواء على صعيد التصميم و الأداء وهذا مكنها من إبهار الخبراء و العملاء ونتيجة عشان كده وصلت مبيعاتها إلى أكثر من مليون سيارة و أصبحت السيدان الصيني الأكثر مبيعا في العالم و قبل ما نكمل حكاية جيلي و نشوف كيف الحلم بيتولد في غرفة صغيرة وبعدين بيكبر و يغطي العالم تعالوا نتفرج على سيارات الجيل التاني من جيلي تيوترا فور 2019 الجديد كليا ابدأ يا هلا وسهلا بمتابعينا من محبي و مشاهدي قناة سعودي أوتو حكاية شركة جيلي زي حكايات بعض نجمات هلوود اللي بتبدأ بدور صغير و بعدين يلعب دور البطولة و بعدها البطولة تفتح شهية النجمة للتربع على العرش و إدمان المشي على السجاد الأحمر طبعا جيلي كبرت و أنتجت جيلين من سياراتها و وصلت للأسواق العالمية و زي ما بيقولوا أتقنت اللعبة و بدأت تتجه للاستحواذ على أسماء عالمية تستفيد بخبراتها و تكبر بيها و في عام 2009 استحوذت جيلي على شركة دي اس آي الأسترالية و اللي تعتبر تاني أكبر صانع لنواقل الحركة الأوتوماتيكية في العالم أما ضربة المعلم كانت عام 2010 لما انقررت الاستحواذ على مجموعة فولفو للسيارات اللي كانت مملوكة لفورد في ذاك الوقت و فعلا توصلت جيلي و فورد إلى اتفاق رسمي و بموجب الاتفاق بيتمملك شركة جيلي الصينية 99% من أسهم مجموعة فولفو مع العلم لأن هذه المجموعة مكونة من علامتي فولفو و بولستار طبعا همية هذه السبقة التاريخية انها ساعدت جيلي على تحسين سبعتها بين صناع السيارات واستفادت من خبرات فولفو خاصة على صعيد الجودة والأمان والتطور و كمان التصميم و واصلت جيلي حص ثمار التحالف مع فولفو و في عام 2013 افتتحت العلامتين مركز مشترك للابحاث والتطوير في مدينة جوتنبرغ السويدية و تم تخصيص هذا المركز لتطوير و دراسة أحدث التقنيات في عالم السيارات ويمكن تقولوا كده شبعت جيلي أبدا ما شبعت و في نفس العام استحوذت على شركة تاكسي لندن اللي تغير اسمها لاحقا إلى شركة لندن للسيارات الكهربائية و كان الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الدخول في سوق السيارات الكهربائية هتقولوا تاني اكتفت جيلي من الشراء والاستحواذ هقول لكم لسا كمان مسلسل الاستحواذ استمر و في عام 2017 اشترت جيلي 51% من أسهم علامة لوتس البروطانية بالإضافة إلى 49.9% من أسهم علامة بروتون الماليزية و في نفس العام استحوذت على علامة تيروفيوجيا وهي شركة أمريكية متخصصة بإنتاج السيارات الطائرة و أخيرا دخلت على قلب تورتة الصناعة العالمية و اشترت 9.7% من أسهم دايملر بنز الشركة الأم لسيارات مرسيدس يعني خلال عشرين عام اتغيرت بالتمام والكمال لعب الزهر و تبدلت الأحوال من صناعة التلاجات لملكية أكبر وأشهر براندات السيارات هنقول ايه جيلي يعني محظوظة زي ما يعني اسمها الحقيقة يا أخواني جيلي صارت اسطورة صينية اتولدت خلف سور الصين العظيم و بعدها قفزت لكل أسواق العالم و مع عام 2014 بدأ فصل جديد في قصة صعود جيلي بإطلاقها لسيارات الجيل الثالث 3.0 من طرازاتها تحت شعار إنتاج سيارات عالية الجودة تناسب الجميع و كان من أبرز الطرازات في هذا الجيل هي سيارة ام جران جي تي اللي تم اختيارها خلال عام 2015 كسيارة اللي عام في الصين و في نفس العام حققت السيارة أفضل نتيجة في تاريخ اختبارات التصادم اللي بيجريها البرنامج الصيني لتقييم سلامة السيارات و في عام 2015 أعلنت جيلي عن مبادرة جيلي الزرقاء و اللي تعهدت فيها بأنه 90% من طرازات الشركة حتعمل بالطاقة الحديثة يعني هتعتمد على محرك هاجين أو كهربائي بالكامل و بعد أقل من عامين على انطلاق الجيل الثالث فاجأت جيلي الأسواق العالمية في عام 2016 بإطلاقها لعلامة جديدة كليا تحمل اسم لينك أنكو و هذه العلامة تم تصنيعها بالتعاون مع فولفو و نقدر نقول أنها تخصصت بإنتاج سيارات فاخرة و متطورة كمان و تم تقديم 3 طرازات تابعة لهذه العلامة و مش كده و بس لكن جيلي وعدت أنها حدشنا 10 طرازات جديدة بحلول العام 2020 وبالنسبة للسوق السعودي ما زلنا بانتظار الكشف عن موعد وصول سيارات هذه العلامة المميزة والحين أصدقائنا و أحبائنا اسمحوا لي نخرج لفاصل نتفرج فيه على سيارات الجيلي الثالث من جيلي وبعدها نكمل الجزء الأخير من حكاية جيلي لما يسابق جموحك قموحك لما تحسن إرادتك ترددك وقتها تعلن للكل بدايتك ابدأ وش يمنعك ابدأ والكل بيتبعك ابدأ واترك بصمتك ودائما تذكر أن الكل بداية مكان زمان اسمهم هنا والآن ابدأ انطلق للغد من جديد نكمل معكم مشاهدي قناة سعودي أوتو حكاية الكوكب الصيني السيار شركة جيلي اللي أصبحت مجموعة شانجيانج جيلي القابضة المحدودة واللي أصبحت اليوم تالت أكبر صانع سيارات في الصين والفضل في كل هذا بيرجع لجهودها الضخمة في العشرة سنوات الأخيرة وقدرت جيلي مش بس تواكب تطورات صناعة السيارات لكن تنافس في كل الفئات في فئة الاسيوفي قدمت طراز ايم جراند اكس سابن سبور وفي طراز يجمع بين العملية والأداء والأناقة ويعتمد على محرك رباع الاستوانات سعة 2.4 من 10 لتر بيعطي قوة 151 حصان مع عزم دوران 255 نيوتن ميتر وفي فئة الكروس أوفر كشفت عن طراز ايم جراند جي اس اللي بتميز بتصميم سيابي ويعتمد على محرك رباع الاستوانات سعة 1.8 من 10 لتر بيعطي قوة 130 حصان أما في فئة السيدان الصغيرة فطبعا معروف طراز ايم جراند سابن اللي بيعتمد على محرك سعة 1.8 من 10 لتر بيعطي قوة 133 حصان وطبعا لا ننسى طراز ايم جراند جي تي السيدانة الفاخرة اللي بتستمد قوتها من محرك 4 استوانات سعة 2.4 من 10 لتر اللي بتعطي قوة 161 حصان وصلنا للمحطة المهمة في حكايتنا عن جيلي الصينية وهي حكاية دخول هذه الشركة الصينية للسوق السعودي البداية كانت في عام 2011 لما اعلنت شركة جيلي عن تعيين شركة الحاج حسين علي رضا وشركاء المحدودة وكيل معتمد لها في السعودية وستطعت شركة الحاج حسين علي رضا من تأسيس 19 معرض وبيع ما يزيد عن 13 ألف سيارة في أقل من عام واحد اللي خلاها تصير أكبر موزع لسيارات جيلي في العالم ومن هداك الفترة وحتى الآن ما زالت سيارات جيلي تحقق نجاح كبير في أسواقنا بفضل جاذبية سياراتها وجودتها وموصفاتها العالية وسعارها المنافسة جدا بكده يا أخواني نكون وصلنا لختام قصة جيلي الصينية الاسم اللي خلال سنوات قليلة سطعت شمسه في كل الأسواق لأنه ببساطة قدم كل الأذواق اسم انتشر في كل الساحات لأنه ببساطة أنتج كل فئات السيارات قصة جيلي تقول لنا أنه الإنجازات الكبيرة ممكن تبدأ من أحلام صغيرة جيلي مش مجرد شركة لصناعة السيارات لكنها في الحقيقة قوة أكبر من المستحيلات أتمنى أن تكون قد سعدتم بحكاية جيلي وبإذن الله نلتقيكم مع حكايات جديدة شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته